للمزيد حول فعال يد جلسة إلقاء بيان الحكومة معنا من مجلس النواب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أهلا بك أحمد وردود الأفعال لديك نعم تحية لك نحييكم من مقر مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل حال رئيس مجلس النواب سيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس وذلك لإعداد تقرير بشأنه في خلال عشرة أيام على الأخير يتم عرض هذا التقرير فيما بعد في الجلسة القادمة التي حدد موعدها يوم 21 من يوليو الحالي الموافق يوم الأحد بعد القادم بإذن الله العرض هذا التقرير على مجلس النواب وعلى أعضاء مجلس النواب يتم عرض برنامج الحكومة الجديدة وكذلك هذه اللجنة مكونة من 42 عضوا أعلن عنها سيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي في ختام جلسة اليوم كانت جلسة اليوم هي إلقاء بيان الحكومة الجديدة بدأت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وهناك ردود أفعال كبيرة من السادة نواب الشعب نواب مجلس النواب هنا في مقره بالعاصمة الجديدة أعلنوا عن ارتياحهم من هذا البيان ومن برنامج الحكومة الذي يتكون من عدة مئات من الصفحات تصل إلى 800 صفحة أعلن عنها دولة إيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا هو برنامج الحكومة على مدار ثلاثة سنوات قادمة لمصر ولي الجمهورية الجديدة اختصارا هذا البرنامج وهذا البيان يتضمن أربع محاور المحور الأول هو حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ثم محور بناء الإنسان المصري والصحة والتعليم والمرأة بالإضافة إلى الإسكان والمرافق أما المحور الثالث فكان محور بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار والمحور الرابع والأخير في بيان الحكومة اليوم تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني كل هذه المحاور جاءت تحت شعار مع النبني مستداما لمستقبل أفضل للأجيال القادمة كان هذا هو إجمالا ما جاء في بيان كلمة رئيس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب قبل الجلسة وبعد الجلسة تحدثوا أيضا عن ردام بشكل كبير عن الاختيار الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة لأنها تجمع ما بين الخبرة والعناصر الشبابية وهذا هو ما جاء على لسانهم لسان السادة النواب دعم أحمد الحسيني من مقر البرلمان المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة أشكرك شكرا جزيلا على المتابعة والتفاصيل وفي اللقاء مع تلفزيون المصري أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن التواصل السياسي يقتضي فتح الأبواب مع باقي كتل المجتمع وأضاف فوزي أن الحوار الوطني صنع حراكا سياسيا كبيرا في المجتمع المصري معالي وزير محمود فوزي أهلا بحضرتك وألف وبروك إيه هي الملفات القادمة التي ينبغي التركيز عليها وإيه فيما يخص ملف التواصل السياسي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا نأمل من الله أن ربنا يوفق الحكومة ويوفق مجلس النواب لما فيه خير الشعب المصري تحت يعني خيادة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لوزارتنا إحنا عندنا ثلاث ملفات أساسية الشؤون النيابية ودي وظيفة يعني مستقرة العلاقة مع البرلمان بغرفتيه واللجان تمثيل الحكومة وعرض وجهة نظرها منقشة مشروعات القوانين منقشة الأدوات الرقابية بالتعاون مع باقي الوزارات الشؤون القانونية هنا يعني ده كان اختصاص موجود مع الوزارة إن احنا ممكن نقدم المشورة القانونية للحكومة يعني بالشكل اللي يجمع ما بين المواءمة السياسية والاعتبارات الدستورية والقانونية بالإضافة على الإشراف على بعض الملفات ذات الصلاة التواصل السياسي هي يعني مهمة جديدة لوزارتنا بنتشرف بحملة هذه المسئولية التواصل السياسي بيقتضي فتح الأبواب والنوافذ مع جميع الكتل في المجتمع من أحزاب من منظمات وكيانات شبابية الأحزاب هنا سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان من نقابات من اتحادات كل ده برضو لما بقوله بقوله بالتنصيق مع الوزارة المعنية يعني احنا يعني مثلا لو في حاجة مع وزارة يعني لها اختصاص أو لها صلة بنقابة احنا أيضا هنبقى موجودين مع الوزارة المعنية فالتواصل السياسي هي فتح قناة جديدة طبعا هنتواصل مع الحوار الوطني بشكل أساسي يعني احنا يعني سعداء جدا بعلاقة الحكومة بالحوار الوطني الحوار الوطني مؤسسة يعني بزلت مجهود خلال سنتين عملت حراك حقيقي انتهت لتوصيات جادة بعض التوصيات تنفذ والبعض التاني في طريقه للتنفيذ القضايا التي لم تناقش بعد في الحوار الوطني سيتم مناقشتها الحكومة بتطلب أحيانا من الحوار الوطني ان هو يناقش بعض الملفات علشان تقدر تعرف الناس بتفكر في ايه قد ينبه الحوار الوطني قد يشير الحوار الوطني قد يضيف الحوار الوطني كل دي معاني موجودة تحت مسمى التواصل السياسي وفي لقاء مع تلفزيون المصري اكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري ان اختيار الوزراء تم بصورة جيدة وشدد الحصري على وجود كفاءات ستعمل على دعم العمل بالدولة ست النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب اهلا بحضرتك يعني كلمنا عن اختيار السادة الوزراء والمقلوب من الحكومة بداية ام برحب بحضرتك والسادة المشاهدين الحقيقة النهاردة احنا في يوم مهم جدا بالنسبة للدولة المصرية وهو يوم هتستعرض فيه الحكومة الجديدة بعد اكتمال تشكيلها هتستعرض رؤيتها وخطتها في الفترة القديمة في ظل تحديات عالمية وفي ظل تحديات اقليمية وتحديات محلية صعبة جدا الحقيقة اختيار السادة الوزراء تم بصورة جيدة شايفين ان فيه كفاءات ان شاء الله هتكون دعمة للدولة المصرية في الفترة القادمة سواء فيه المجالات الاقتصادية او المجالات العلمية او مجالات دعم المواطن المصري الحقيقة الحكومة عليها عباقة كبيرة جدا لان فيه تحديات صعبة بتواجه الدولة المصرية في الفترة الحالية محتاجين من الحكومة ان هي الحقيقة تخطو بذات الخطة اللي بيخطوها السادة الرئيسي الجمهورية اللي بيصل الليل بالنهار من اجل تنمية الوطن ومن اجل التخفيف على المواطن المصري احنا محتاجين البنية الاساسية اللي تمت في الفترة اللي فاتت وقامت بها الدولة المصرية وعلى رأسها مجال الزراعة من توسعات اوفقية تمت من تطوير في وسائل الزراعة من استخدام لتقنيات جيدة في استنباط انواع البزور وغيره بحيث ان احنا نزيد الانتاجية عشان نقدر نتغلب على العجز اللي موجود في بعض المحاصيل الاستراتيجية الدولة الحقيقة برضو بزلت جهود في موضوع اعلان اسعار المحاصيل قبل زراعتها تطبيقا لقانون الزراعات التعاقدية محتاجين ان السادة الوزراء ينزلوا الارض الواقع وينشوف الوزير الميداني اللي بيتفاعل مع المواطن وبيقدر يحل مشاكله بدل ما تعرض عليه تقارير غير حقيقية لما يشوف بعينه وبنفسه عن طريق التجول في كل محافظات مصر ده هيساعده على اتخاذ القرار المناسب محتاجين ان النهاردة الموظف يستشعر ان هو دوره خدمة المواطن والتخفيف على المواطن محتاجين ان يبقى في تنسيق بين الوزرات وخاصة مثلا في المجموعة المسؤولة على الامن الغذائي متمثلة في وزارة الزراعة ووزارة التموين ووزارة الرأي برضو عشان محدودية المياه انا اشوف احتياجاتي واشوف ايه الامكانات اللي عندي وقدر استفيد منها ازاي بحيث ان انا اوصل لان انا سد جزء جبير من الفجوة اللي موجودة في الامن الغذائي سبقوا برضو وجهت رسالة للمجموعة الاقتصادية ان احنا محتاجين نحافظ على استقرار سعر الصرف لان احنا الحقيقة الحكومة اتشكلت في زل استقرار في سعر الصرف عايزين نحافظ على هذا الاستقرار لان اي خلل في منظومة سعر الصرف بيأثر على الاقتصاد المصري ويمكن احنا شوفنا الكلام ده في الفترة الماضية محتاجين الحقيقة برضو ان يبقى فيه تعاون مصمر بين الوزارات مش كل وزير يكون موجود في جزيرة منعزلة اللي انا يعني مطمئن لي حقيقة ان مع الجهود الجبارة اللي بتبزولها الكادة السياسية والتشكيل الجيد للحكومة ومع حرص المواطن على انه برضو يعمل ويزيد من ساعات العمل ويزيد الانتاجية انا واسك ان احنا ان شاء الله في المرحلة القادمة هنلاقي وضع افضل وظروف افضل والمواطن المصر هيبدأ يستشعر ان شاء الله انفراجة قريبة في ظل الجهود الجبارة اللي بتبزولها الدولة واملنا في ربنا سبحانه وتعالى وربنا يمكن من سبع سماء حفظ مصر وقال دخلوا مصر ان شاء الله امنين فستظل مصر محفوظة بفضل ربنا وبفضل قيادتها السياسية وجيشها وشعبها المخلص الامين اللي ياما مرت عليه مشكلات لكن كان قادر على انه يتخطى هذه الصعاب ويوصل لزروف افضل ان شاء الله شكرا وفي لقاء مع تلفزيون المصرية قبيلا عقادي جلسة القاء بيان الحكومة اكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مرثى محروس اكدت ان هناك مهمة صعبة امام الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية سيدة نائبة مرثى محروس اهلا بحضرتك يعني كلمين عن اختيار الوزراء والتحديات الحقيقة انه بحجم التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي بتعاني منها الدولة المصرية سيكون هناك مهمة اصعب امام التشكيل الحكومي الجديد انا اعتقد انه الاسماء الموجودة في التشكيل لها ثقل جيد جدا في خبراتها واختياراتها كانت بعناية شديدة جدا ليكون اداءها مختلف ومتميز الفترة القادمة ولكن في النهاية ننتظر من هذا السقل ومن هذه السيرات المشرفة ان يكون لها اداء متميز يناسب احلام وتحديات الدولة المصرية حياة احنا عندنا كثير من الاسماء شاهدناها لها خبرات سواء كانت على مستوى الدولي او على المستوى المحلي في العديد من الملفات ولكن انا اعتقد انه الملفات الاقتصادية ستكون محل اهتمام من الشارع المصري لفترة القادمة الشعب عانى كثير جدا من بعض التحديات الراهنة في الملف الاقتصاد بنعول ايضا على ملف الصحة والتعليم كلها ملفات مهمة جدا بتلامس كل البيوت المصرية مهمة صعبة امام هذه الحكومة تتناسب مع عظمة هذا الشعب وما عانى منه وما تحمله بشكل وطني خالص وقوفا مع الدولة المصرية حركة تطبي حاجة معانة من الحكومة او من مزراء او من ملفات معانة الانصاط للشعب اعتقد انه من اهم الرؤى اللي لازم الحكومة تضعها نصب عيونها وهي الانصاط لمتطلبات الشعب وانه يكون هناك دائما حركة من الحوار المتناغم ما بين الحكومة سواء من خلال المنصات الرسمية لهذه الوزرات او المتحدثين الرسمين شعب المصري حينما يكون على درجة وعي من المعارفة ويكون متناغم مع الحكومة من خلال مهمها وتحدياتها بنجد وقوف جيد جدا من الشعب المصري خلف هذه الحكومة وخلف القيادة السياسية ولكن لابد من يكون هناك حلقة واصل ما بين الحكومة والشعب في كل المعلومات أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قبيلا عقادي جلسة إلقاء بيان الحكومة أن ملفات التعليم والصحة وبناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة الجديدة ست نايب يعني رأي حضرتك ايه في اختيار الوزراء الجدد وما يتطلبه العمل ان شاء الله يكون اختيار جيد واختيار مباشر كان فيه قرارات زي تعيين اتنين نواب لرئيس الوزراء الفريق كامل الوزير للصناعة والناقل والدكتور خياد عبغفال التنمية البشرية لمساعدة ومعاونة السيد رئيس الوزراء في القيام بمهم له وده نتيجة التكلفات اللي اتكلفها السيد الرئيس الجمهورية للسيد رئيس الوزراء من ضمن أهدفها الاهتمام ببناء الإنسان التعليم والصحة احنا موزنة العام الحالي فيها تريليون ونص للتعليم والصحة تريليون للتعليم مقابل الجميع والجميع والبحث العلم ونص تريليون للصحة ده يعني 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 يعبر عن اهتمام الدولة ببناء الإنسان وعن رأس التعليم والصحة وعشان كده تم تعيين نهاب رئيس الوزراء أيضا من الاهتمام بالصناعة والناقل يعني فيه من ضمن التكلفات النمو الاقتصادي تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة جاذب للصمار سواء كان صمار خارجي أو داخلي وده جعل الحكومة أن هي يتم تعيين وزير الصمار زوج خبرات كبيرة السيد حسن الخطيبي يعني له تاريخ كبير في العمل المصرفي والعمل الاقتصادي فده مؤشر جيد دمج بعض الوزرات التخطيط والتعاون الدولي الهجرة مع الخارجية ده بداية الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الإداري اللي كنا بنطالب به في لجنة الخطة والموازنة حتى يتم توحيد الرؤى وتوحيد الأهداف وترشيد الإنفاق فده يعني بداية جيدة أيضا الحكومة بتضم عدد من الشباب عدد من الخبرات يعني هناك خبرات متنوعة في ملفات محددة تم تكليف الحكومة بها خاصة الملف الاقتصادي حل ما العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين يعني احنا شفنا من أول اجتماعات السيد ريس الوزراء عمل عقد اجتماعات خاصة بالكهرباء وخاصة بالأسواق وضبط الأسعار مع الوزراء المعنيين والجهات المختلفة والعمل على سرعة حل هذه الملفات كانت التكلفات يعني تقديم الخدمات اللازمة المواطنين ملف حماية الأمن القوم المصري الملف الاقتصادي بناء الإنسان تمكين الصناعة وتوحيد الصناعة وعشان كده برضو تم تعيين الفريق كامل وزير للنهوض بوزارة الصناعة حل مشاكل الصناعة عودة المصانع المتوقفة والمصانع المتعسرة إن شاء الله يعني الحكومة تؤدي أداء جيد وتؤدي تحقق معدلات نمو أفضل معدلات اقتصادية أفضل تقديم خدمات أفضل المواطنين نأمل في ذلك مجلس النواب يتعامل بشكل يتعاون بشكل كامل مع الحكومة للقيام بدورها والقيام بمهمها إذا كان هناك احتياج لتشريعات لقرارات نحن على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة المصرية لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وقيام بالدور بما يليق بوضع الدولة المصرية والمواطن المصري هذا وأكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة المزيد من الجهود تحت عنوان رضا المواطن وخلال تصريحات للتلفزيون المصري قبيل جلسة بيان الحكومة أشار السجيني إلى أن هناك تحديات كثيرة على رأسها أزمة الكهرباء سيد نايب أحمد السجيني أهلا بحضرتك رأي حرات إيه في اختيار الوزراء الجدد والحكومة الجديدة وما المطلوب من الحكومة الجديدة وصف التحديات التي تقابلها الدولة النصرية طبعا أهلا وسهل السيد أحمد بيكو في المجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية والنهاردة طبعا يوم تاريخي بيشهد أول بيان لرئيس مجلس وزراء مصري في مقر مجلس النواب الجديد إجابة على سؤال حضرتك طبعا إحنا تحدياتنا كثيرة وأماننا كبيرة لكن أنا الحقيقة نصحت زملائينا الوزراء سواء من جد أجدد لهم الثقة أو من تم تكليفه بأن المرحلة تتطلب تحقيق عنوان كبير جدا اسمه ريدا المواطن يعني نصيحتي للحكومة الجديدة أن تنتقي الملفات التي تمس الحالة المزاجية والمعيشية اليومية للمواطن وتشتغل عليها بقوة شديدة جدا ماشي المشروعات التنموية والمشروعات التوسعية مهمة جدا لبلدنا طبعا في المدى القريب والمدى البعيد ولكن استقرار وطن يحتاج لرضى المواطن في الوقت الحالي ليه بنقول كده؟ لأن أزمة زي أزمة الطاقة زي ما حضراتكم كلكم عارفين وكنتوا بضغطوها على الحياة وبنحيي القناة الأولى لأنها كانت بتؤدي يعني مهمة إعلامية طيبة جدا في استبيان حقائق الأمور في هذا الملف تحتاج من أن نرجع مرة أخرى المواطن للحالة الرضائية اللي المفترض يكون عليها أيضا ملفات خاصة بتمهيد الطرق الداخلية وليس فقط المحاور الرابطة رغم أهميتها لكن أنا محتاج المواطن يشعر أن شوارعه داخل المحافظة أو المركز اللي هو ساكن فيه وتعود طول عمره أن الشارع يكون ممهد يلاقي نتائج طيبة فيها عدا هذا بقى الملفات القطاعية طبعا إحنا عايشين معاهم فيها وبندعمهم وبندعم اللجان أو الوسارات المعنية واللجنة النوعية هي بتمارس يعني لجنة ضر محلية إحنا بنمارس دورنا الرقابي ولكن زي ما الناس كلها عارفة بنمارسه باختصاص إصلاحي وأحيانا يعني يقارب الاختصاص التنفيذي في بعض التوصيات فكل الخير إن شاء الله وربنا عز بلدنا بإذن الله هل في ملفات معينة من الحكومة ينبغي العمل عليها سريعا من وجهة هزر خط أنا في تقديري الشخصي إن ملف الأسعار وملف القهرباء ده رقم واحد من واحد لعشرة وبعد كده نبدأ نتكلم في بقية حاجاتنا ليه؟ لأن الفترة اللي فاتت الحقيقة إحنا عايشين في عالم مفتوح عالم السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وهذا العالم الحقيقة من عالم افتراضي فيه بيانات ومعلومات كثيرة مما يتم تدولها في هذا العالم تحتاج إلى تطقيق بعضها بيكون له نوايا خبيثة للأسف المواطن تحت الظرف والحاجة باختلاف الثقافات والمستويات التعليمية والاجتماعية والمادية بيتأثر بهذا المكون المعاصر لنا فعشان كده الأسعار والقهرابة لازم نشتغل عليها